موسيقى الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز آلية التعاون المشترك مع اليونان والارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع كوبروف وزير الدفاع يؤكد جهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي تصند إليهم تحت مختلف الظروف موسيقى الصحة العالمية تؤكد أن اللقاحات فعالة ضد متحورات فيروس كورونا بما فيها متحور دلتا موسيقى الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس بقصر الاتحادية وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص أكد الرئيس السيسي أن مصر واليونان تجمعهم روابط صادقة متميزة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وأضف رئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس أن السنوات الماضية شهدت تناميا ملحوظا في حجم التعاون والتنصيق المشترك حيال العديد من الموضوعات والقضايا على مختلف الأصعادة كما أكد الرئيس السيسي على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مشددا على ضرورة الضلاع المجتمع الدولي بدور جاد بشأن هذا الملف حفاظا على استقرار المنطقة أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع اليونان على المستوى الثنائي لسيما فيما يتعلق بتفعيل التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي عبر جزيرة كريت والعمل مع الحكومة اليونانية لتصدير الفائد من الغاز الطبعي إلى أوروبا جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان فرأسها مدبولي وكرياكوس ميتسو تاكيس رئيس الوزراء اليوناني بحضور عدد من الوزراء ومسؤول البلدين من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني أن مصر على قائمة الدول التي تحرس اليونان على التعاون معها في مجال الطاقة أكد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمنة القومية بمجلس النواب في كافة القضايا التي تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمنة القومية المصرية وخلال لقائه وفدا من أعضاء اللجنة بمقر الأمنة العامة لوزارة الدفاع شدد وزير الدفاع على جهزية واستعداد رجال قوات مسلحة لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومية واتنول لقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة سجلت وزارة الصحة 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاء إضافة إلى 440 متعافيا من الفيروس وذكر مستشار وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة دكتور خالد مجاهد أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 277.797 من ضمنهم 206.053 حالة ماثلة للشفاء و15.898 حالة وفاء أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات فاعلة ضد متحورات فيروس كورونا بما فيها متحور دلتا وأكدت الدكتورة ماريان فانكيركوف الخبيرة في منظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس ومتحوراته كما أعلنت أنه ما زال هناك قلق بشأن متحور دلتا خاصة أنه ينتشر بسرعة في العديد من البلدان لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستجرام ويوتيوب كنت معكم أنا سارة عبدالله دمتم في أمان ورعاية الله موسيقى